المؤامرة على الشعب اليمني كبيرة وقديمة وفي وقت كان يحضر فيه الشعب اليمني من مغبة احتلال أراضيه ها هي مؤشرات ذلك تبرز وبأقدام خليجية في محافظة عدن والخروج في مسيرات اليوم رسالة للعالم بأن الشعب اليمني سيقول كلمته إذا استمرت هذه المؤامرات عليه المزيد من التفاصيل في التقرير التالي ها هو الشعب اليمني يخرج من جديد إلى ساحات الثورة رافعا صوته للعالم أجمع ومخاطبا ضمائر العالم أيها الناس هناك شعب يتعرض لإبادة جماعية من أسرة آل سعود فهل لكم أن تتحركوا لوقف حمام الدم هذا وليست هذه المرة الأولى أن يخرج شعب عظيم بهذا الزخم العظيم فقد سبق أن خرج بمسيرات كبيرة ومتواصلة تارة بين القصف وتارة بين المطر ومع ذلك بحة الأصوات وأتعبت الحناجر وهي تهتف تنديدا بجرائم العدوان فيما العدو يتلذذ وهو يسفك الدماء من يوم إلى آخر بالأمث كان الشعب اليمني في المسيرات محذرا من مغبة احتلال أراضيه واليوم يخرج إلى الساحات وقد تحقق ما كان يخشاه فهاهم الغزاف عدا بجنسياتهم المختلفة داعمين للعملاء والمرتزقة ولسان حالهم يقول سنقف أمام إرادتكم أيها اليمنيون وسنحتل أرضكم ونصادر كرامتكم لكن الإنسان اليمني ومنذ زمن بعيد عرف عنه رفضه للضيم وهو إذ يخرج في المسيرات فكأنما يريد القول للعالم بأن صبرنا بدأ ينفذ وستعرفون أيها الغزاة أن اليمن بالفعل مقبرة للغزاة الخروج اليوم أيضا يأتي واليمنيون ينتظرون وبفارغ الصبر الإشارة للبدء في الخيارات الاستراتيجية أما العالم إذا ظل هكذا صامتا تجاه ما يحدث فسيأتي اليوم الذي تندم فيه قوى العدوان بحماقة عدوانها على اليمن وستكون الكلمة الفصل هي للشعب الذي يؤمن بالعزة والكرامة والدفاع عن الوطن مهما كانت التضحيات ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة